شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حرص مصر على أمن السودان الشقيق ومواصلة تقديم الدعم الكامل للسودان ودعم وحدة الصف والتسوية النزاع القائم انتلاقا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين وخلال جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في الاطلاع بدورها في تخفيف الأثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة السودانية تقدير بلاده الكبير للدعم المصري بظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي انعكست في الدور المصري واستقبل المواطنون في استقبال المواطنين السودانيين وتخفيف أثار الأزمة هذا وتناول اللقاء آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترق بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة حيث تم تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري كما تم توافقه على استمرار التشاور المكثف والتنصيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة